أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع مراجعة مراجعة مستر هنعمل فيها إيه؟ هنعمل رفريش على أهم الحاجات الموجودة عندي في الوحدة الأولى وأول جزء من المرايا لغاية كده خواص المرايا المستوية تمام؟ هنعرف فيها أهم الأسئلة والحاجات اللي ممكن تجيلي في الامتحانات والأسئلة اللي جات في الامتحانات السابقة يلا بينا؟ أول حاجة مع بداية كل المراجعة زي ما احنا متعودين اكتب المصطلح العلي يلا شباب السؤال على فكرة تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت مع مرور الزمن ده كان تعريف إيه؟ ده كان تعريف الحركة خلي بالك ده سؤال جي في الامتحان القاهرة قال له كده تغير موضع الجسم بالنسبة ووعى تغلط ويجي يقولك إيه؟ مستر تمشي يتحكي عليها وكاتب بالنسبة يبقى دي سرعة نسبية لا يا حبيبي ليه سرعة نسبية؟ هو بيقولك تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر مع مرور الزمن دي الحركة اتفقنا كده نراجع مع بعض يعني يا حركة قلنا إن الحركة أبسط أنواع الحركة هي الحركة في خط مستقيم مسارات الحركة كانت عندنا كده منحانية مستقيمة أو ترابط بينهما أو كلاهما طيب قلنا إن الحركة في اتجاه واحد هي عندما يتحرك الجسم للأمام أو للخلف وليس للأعلى أو للأسفل ماشي في خط مستقيم لكي يتم الوصف الحركة وده سؤال مهم جدا 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 لازم تخش تلاقي في الامتحان لكي يتم وصف حركة الجسم يجب معرفة المسافة التي يقطعها والزمن المستغرق لقطع هذه المسافة المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن مسافة وزمن يبقى الإجابة سرعة يلا شباب وحدة قياس السرعة هي متر كل ثانية كيلو متر كل ساعة السرعة كيف يمكن قياس في امتحان جاء لهم كده إيه الأجهزة التي تستخدم فيه أو أسكر الجهاز المستخدم فيه أو الأداة فالأداة المستخدمة في قياس سرعة السيارة أو الطائرة هي عداد السرعة سؤال بمعنى تاني علل يوجد عداد السرعة في السيارات أو الطائرات لكي يقدم قياس السرعة السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية السرعة المنتظمة والسرعة غير المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية تماما في أزمنة غير متساوية يعني لازم واحدة من الاثنين غير متساوية تاني نعيد من الأول عشان نركز سوا السرعة غير المنتظمة هتبقى إيه؟ السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية أو السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية طيب اتفقنا أن الحاجة الوحيدة التي تتحرك في الفراغ بسرعة منتظمة هي الضوء تمام حركة مثال على السرعة الغير منتظمة هي سرعة القطار سرعة القطار أو سرعة المترو بنقول كده المترو يتحرك بسرعة غير منتظمة لأنه يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية تمام شفت بقى ده شكل المراجعة بتاعتنا إن احنا بندي السؤال ونتفرع به عشان نفكر بعض به السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن وده بيكرر معنا كتير قوي 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 يا شباب في الامتحان عشان معظمنا بيجي يكتب إيه الإجابة السرعة المنتظمة يا حبيبي إزاي ما هو كاتب لك؟ السرعة المنتظمة في أول السؤال يعني السؤال الإجابة هي موجودة في السؤال ما ينفعش فأنا لو جئ في الامتحان قال لي إيه؟ السرعة وما قالش كلمة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن هقوله السرعة المنتظمة معك حق أما لو قال لي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن هقوله دي السرعة المتوسطة بس يا مستر أنا أحافظ أن السرعة المتوسطة كانت المسافة الكلية التي يقطعها الجسم مقسومة على الزمن الكلي صح حبيبي مفيش مشكلة الاتنين تعرفين للسرعة المتوسطة سرعة الجسم متحرك بالنسبة للمراقب الزاكن أو متحرك دي هو فعلا دي بقى اللي مديك إجابتها سرعة بالنسبة لجسم متحرك يبقى السرعة النسبية طيب مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمن للتغير في السرعة العجلة وقلنا عشان كده أن عندما يسير الجسم بسرعة منتظمة فإن العجلة تساوي صفر ليه؟ لأن الجسم يسير بسرعة منتظمة يعني السرعة لا تتغير فبما أن السرعة لا تتغير يبقى إذن العجلة تساوي صفر حيث أن العجلة هي المعدل الزمن للتغير في السرعة طيب الكمية الفيزيئية التي يلزم لتعريفها معرفة مقدارها فقط دي كده الكمية الفيزيئية القياسية انتفقنا ان الكمية الفيزيئية هي اي كمية تحتوي على مقدار وحدة قياس لو كان لها مقدار وحدة قياس بس يعني يلزم لتعريفها معرفة مقدارها بس لان اي كمية فيزيئية لها وحدة قياس يبقى دي كمية فيزيئية قياسية أما إذا كان يلزم لمعرفتها معرفة مقدارها واتجاهها يعني ليها مقدار وحدة قياس واتجاه يبقى ديه الكمية الفيزيائية المتجهة تمام الكمية الفيزيائية التي يلزم تعرفها معرفة مقدارها واتجاهها هي الكمية الفيزيائية المتجهة طول المصار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى موضع النهاية المسافة وحدة قياس المسافة هي المتر أو الكيلومتر المسافة كمية قياسية ولا كمية متجعة لا كمية قياسية ليه؟ لأنه يلزم لمعرفتها معرفة مقدرها فقط المسافة التي يقطعها الجسم في اتجاه ثابت قلنا دي الإزاحة طب إمتى المسافة والإزاحة يبقوا بيساوي بعض عندما يكون الجسم يسير في خط مستقيم وديكت مسألة السنة اللي فاتت بس دي مش مسألة كسؤال في اختيارات جاء له إيه؟ وهنشوفه معنا أن الجسم صار في خط مستقيم مسافة مقدارها خمسين متر احسب الإزاحة التي تحركها الجسم طيب؟ ما الإزاحة خمسين متر ليه؟ لأن عندما يسير الجسم في خط مستقيم فإن المسافة والإزاحة يتساوي طيب واتفعنا برضو أن الإزاحة طول أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية دي مقدار الإزاحة يعني خلينا محددين أكتر مش عايزين حد نقصنا ربع أو نص عشان خاطر إيه؟ لأ دي المفروض نكتب مقدار الإزاحة وفي ناس تقولك إيه؟ لأ ما أنا لو قلت الإزاحة تمام برضو ما أنا كنا هنا بحس بالإزاحة معلش خلينا محددين أكتر ونكتب مقدار الإزاحة اتفقنا شباب إمتى الإزاحة تساوي صفر؟ الإزاحة تساوي صفر عندما يعود الجسم إلى نقطة البداية أو عندما تكون نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية طيب المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن هنسميها السرعة القياسية أما مقدار الإزاحة الحادثة في وحدة الزمن إزاحة وزمن يبقى ده هيبقى السرعة المتجهة من الوحدة الثانية ارتداد الأشعة الضوئية إلى نفس الوسط عندما تقابل سطحا عاكسا دي سميناها إيه؟ ظاهرة الانعكاس أو انعكاس الضوء زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس القانون الأول للانعكاس طيب ما تفكرني بالقانون الثانية مستر القانون الثانية حبيبي اللي احنا قلنا هنفهم مش نحفظه هو بيقولك إيه؟ الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط تقع جميعها على نفس النقطة التي عمودية تكون عمودية على السطح العكس مقدار الإزاحة الحادثة في وحدة الزمن قلنا السرعة المتجهة ارتداد الأشعة الضوئية إلى نفس الوسط عندما تقابل سطحا عاكسا قلنا دي ظاهرة انعكاس الضوء تمام زاوية السقوط قلنا ده القانون الأول لانعكاس تمام احنا قلنا نأكد عليهم خلصنا المصطلح العلمي دي أهم المصطلحات العلمية اللي احنا بنشتغل عليه تعال نشوف ايه أهم المقارنات عن دين أول حاجة قارن بين السرعة المنتظمة والسرعة غير المنتظمة من حيث يا مستر من حيث المفهوم السرعة المنتظمة هي السرعة التي لو تحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية أما السرعة غير المنتظمة هي سرعة الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية أو هي سرعة الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية فأنا لما هيجي يقولي في الامتحان قارن بين السرعة المنتظمة والسرعة غير المنتظمة كل اللي أنا أعمله هقارن على حسب التعريف لأن ما عنديش حاجة تانية أقارن به طيب إيه مقارنة تانية؟ قارن بين العجلة التزايدية والعجلة التناقصية أول حاجة من حيث المفهوم يعني إيه العجلة التزايدية؟ هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد سرعته بمرور الزمن ولو جاء لك في الامتحان مثلا العجلة التزايدية المنتظمة ماشي؟ إحنا كان عندنا تعريف اسمه العجلة المنتظمة فكنت بتقول يعني إيه العجلة المنتظمة؟ هي تغير سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية فلو جاء لي ما معنى أن العجلة التزايدية المنتظمة هتقول لي كده هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تزداد السرعة ماشي بمقدار مقادير متساوية في أزمنة متساوية طيب العجلة التناقصية هي العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تنخفض سرعته بمرور الزمن تمام في حالة العجلة التزايدية بيكون كده السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية عشان كده لو جاء اللي يعلل عندما تزداد السرعة تسمى العجلة العجلة التزايدية طب ليه من سميها العجلة التزايدية لأن السرعة النهائية تكون أكبر من السرعة الابتدائية وفي حالة العجلة التناقصية العكس ليه بتبقى اسمها عجلة تناقصية لما السرعة بتقل لأن السرعة النهائية أكيد هتبقى أقل من السرعة الابتدائية طيب تمام بيجي لي سؤال دايما عندي كده الاختيارات يقول لي النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية في حالة العجلة التزايدية او العجلة المجابة فهتقول لي النسبة بينهم اكبر من الواحد الصحيح ليه مستر عشان خاطر السرعة النهائية هنا اكبر من السرعة الابتدائية اما في حالة العجلة التناقصية بيكون النسبة بينهما اقل من الواحد الصحيح لان السرعة النهائية اقل من السرعة الابتدائية ولازم تركز في البداية طب امتى يساوي الواحد الصحيح عند تساوي السرعة الابتدائية مع السرعة النهائية وفي الحالة دي اصلا بيكون الجسم يسير بسرعة منتظمة العجلة بتساوي صفر في المقارنة برضو يا صديقي هنحط المنحنة المنحنة بتاع العجلة التزايدية كان عبارة عن السرعة والزمن وكان عامل لي كده تمام طب والعجلة التناقصية نفس الكلام كان السرعة والزمن بس عاملة كده طيب فيه مقارنات عندي تاني قارن بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية الصورة الحقيقية قلنا هي الصورة التي تتكون فيه أو هي الصورة التي يمكن استقبلها على حائل دائما تكون أمام المرآة تكون مقلوبة وتتكون بواسطة المرآة المقعرة وتتكون في المراية من طلاق الأشعة المنعكس أما الصورة التقديرية هي الصورة التي لا يمكن استقبلها على حائل دائما معتدلة تتكون خلف المرآة وتتكون بواسطة المرآة المستوية والمقعرة والمحدبة وفي الصورة التقديرية الصور هي الصورة التي تتكوّن من طلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة طيب خلصنا المقارنات عندنا سؤال مهم جدا بيجيلي ممكن بالصيغة دي أو يجيلي في الصيغة مثلا متى أو يجي يقولك مثلا يجيبها لك في الاختيارات أو أكل سؤال بيقول لي متى الكميات الفيزيائية التالية تساوي صفر السرعة النسبية لجسم متحرك عشان ما تجيش تقول لي إيه لأنه ساكن لما يكون ساكن ساكن إيه أنا جاذب لك أنه هو جسم متحرك السرعة النسبية لجسم متحرك تساوي صفر امتا؟ عندما يتحرك المراقب في نفس اتجاهه وبنفس سرعة الجسم المتحرك حيث أن السرعة النسبية تساوي الفرق بين السرعتين تساوي صفر مش فاهم احنا قلنا السرعة النسبية لجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه كنا بنعمل إيه؟ بنقول أن السرعة النسبية بتساوي الفرق بين سرعتين هما سرعة الجسم نقص سرعة المرق صح؟ طب لما يكونوا ماشيين في نفس الاتجاه يعني هنعمل نقص وماشيين بنفس السرعة فبالتالي الفرق ما بينهم هيكون كام؟ هيكون صفر يعني تخيل معايا مثلا أنت ماشي هنا بعشرة وأنا برقبك وماشي هنا بعشرة فسرعتك بالنسباني كام؟ صفر ليه؟ يبقى ثاني كده السرعة النسبية بتساوي صفر؟ إمتى؟ عندما يتحرك المراقب في نفس اتجاهه بنفس سرعة الجسم حيث أن السرعة النسبية تساوي الفرق بين السرعتين تساوي صفر ممكن أجيب لك السؤال بطريقة تانية أجي أقول لك إمتى السرعة النسبية بتساوي صفر؟ أو أجي أقول لك علل يرى الجسم تبدو سيارة تسير بسرعة 80 كم كل ساعة ساكنة بالنسبة لسيارة أخرى تسير بسرعة 80 كم في الساعة وفي نفس الاتجاه فأتقول لي لأن السرعة النسبية تساوي الفرق بين السرعتين تساوي صفر تمام العجلة بالنسبة لجسم متحرك للسائلين العجلة تساوي صفر؟ عندما يسير الجسم بسرعة منتظمة لأن عندما يسير الجسم بسرعة منتظمة لا تتغير السرعة فبالتالي العجلة تساوي صفر لأن العجلة هي المعدل الزمني للتغير في السرعة الإزاحة بالنسبة لجسم متحرك للسائلين الإزاحة تساوي صفر عندما يعود الجسم مرة أخرى إلى نقطة البداية حيث تكون نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية لذا فإن الإزاحة تساوي صفر برضو أنا عايز أفهم ليه؟ لأن مقتار الإزاحة هو أقصر خط مستقيم ما بين البداية والنهاية وهنا ما فيش أقصر خط مستقيم عشان كالإزاحة تساوي صفر زاوية إنعكاس الضوء الساقط على السطح العكس عندما يكون الشعاع ساقطا عموديا على السطح العكس فاكرة صديقي لما قلنا إن عندما يسقط الشعاع الضوئي عموديا على السطح العكس فإنه يرتد على نفسه وتكون زاوية السقوط مساوية لزاوية الإنعكاس مساوية صفر ده سؤال بيكرر معنا كتير جدا جدا في امتحانات كتير قوي طيب خلصنا الصفر لسه ما خلصناش السرعة الابتدائية لجسم متحرك إمتى السرعة الابتدائية لجسم متحرك تساوي صفر عندما يبدأ الجسم حركته من السكون طيب إمتى السرعة النهائية لجسم متحرك تساوي صفر عندما يضغط السائق على الفرامل أو يضغط السائق على الفرامل فيتوقف الجسم عن الحركة أو ممكن أقوله عندما يتوقف الجسم المتحرك عن الحركة تبقى إجابة وافية برضو أهم المنحنات ودي تعالى نرسمها سوى أنا مرضيتش جبها لك مرسومة قلتلك لا تعالى نرسمها سوى عشان نفتكيرها مع بعض أول منحنة كان عندي كده المسافة وزمن وعملنا كده فقلنا هنا الجسم يسير بسرعة منتظمة طيب تمام نفس المنحنة بس عملنا كده سرعة وزمن وعملنا كده ها ده إيه برضو نفس الكلام جسم يسير بسرعة منتظمة بس نزود عليها حاجة إن هنا العجلة تساوي صفر حل مسافة وزمن وعملنا كده منحني يبقى الجسم يسير بسرعة غير منتظمة حل سرعة وزمن وعملنا كده عجلة جسم يسير بعجلة تناقصية طيب العكس بتاعها سرعة وزمن وعملنا كده ما ده شبه ده بس ده مسافة وزمن سرعة منتظمة وده سرعة وزمن فده عجلة تزايدة وعندنا سرعة وزمن وعملنا مثلا لا خلاص سرعة وزمن خلصه هنقول مسافة وزمن مسافة وزمن وعمل كده هنا منقول لكده ايه؟ هنا جسم ساكن وبالتالي السرعة تساوي صفر دي اهم من المنحنيات والمنحنيات الموجودة عندي في المنهج السنة اللي فاتت يا صديقي جفل امتحان وعمل ايه؟ عمل مكس ما بين منحنيين كتب له كالتالي قال له ايه؟ قال دلوقتي اي المنحنيات التالية يمثل جسم يسير بسرعة منتظمة ثم عجلة تناقصية فطبعا للأسف في بعض الناس اللي ما بتقراش الاسئلة كلها ارى كلمة ايه؟ عجلة تناقصية رح مختار المنحنة ده وخلص لكن الاجابة ما كانش كده يا صديقي الاجابة كانت عين وزين هو بيقول لي ان هو ماشي بعج بسرعة منتظمة يعني عجلة تساوي صفر تمام؟ وبعد كده عجلة تناقصية فالاجابة كانت كده فخلي بالك لازم نقرأ السؤال كويس قوي قوي واني نشوف هو عايز ايه؟ علم لما يأتي تعتبر حركة القطار حركة في اتجاه واحد اتفقنا ليه؟ لانه يتحرك للأمام او للخلف وليس للأعلى او الاسفل وفي اتجاه واحد اهمية وجود عداد السرعة في الطائرات والسيارات سهلة وبسيطة لانه يستخدم في معرفة سرعة السرعة مباشرة يصعب عمليا حركة سيارة بسرعة منتظمة احنا قلنا الحاجة الوحيدة اللي بتتحرك بسرعة منتظمة وفي الفراغ هي الضو طب ليه يصعب عمليا حركة سيارة بسرعة منتظمة لان سرعة السيارة تتغير حسب احوال الطريق فيتزداد او تقل حسب احوال الطريق يستخدم علماء الفيزياء والرياضيات العلاقات والوسائل الرياضية مثل الجداول والرسوم البيانية ليه؟ لوصف الظواهر الفيزيائية بطريقة اسهل والتنبؤ بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة وساعات جفل امتحان في مرة وقال لهم ايه اسكر اهمية كل منه الجداول والرسوم البيانية هتقوله كده تستخدم لوصف الظواهر الفيزيائية طريقة اسهل والتنبؤ بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون قيمة عجلة حركته تساوي 0 ليه؟ معنى أنه هو ماشي بسرعة منتظمة يبقى سرعته لا تتغير مع مرور الزمن ومقدار التغير في السرعة يعني بيساوي 0 وطبعا العجلة هي مقدار أو المعدل الزمني للتغير في السرعة يراعي الطيرون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران ليه؟ لأن اتجاه الرياح بيؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي يؤثر على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلك اتفقنا الشعاء الضوء الساقط عموديا على سطح عاكس مسقول ينعكس على نفسه لأن الزاوية بتساوي كم؟ لأن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي 0 الصورة المتكونة في المرآة المستوية غير حقيقية يعني هنقول كده أنها تقديرية هنقول خوصة لأنها تنتج عن تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة وبالتالي لا يمكن استقبالها على حائل عندما تنظر في مرآة مستوية تجد أنك تمسك القلم بالياد اليمنى بالياد اليسرى عكس الواقع يعني لو ماسك الألم بيدي اليمين هشوف كأنه في المرآة كأنه ماسكها بالشمال طب ليه؟ طب ليه؟ لأن الصورة المتكونة في المرآة المستوية تكون معكوسة الوضع بالنسبة للجسم فكن لما قلت لك أنه فيه فرق ما بين كلمة معكوسة مش مألوبة تمام؟ طيب نفس الفكرة لو قال لي تكتب كلمة إسعاف على سيارة الإسعاف معكوسة حتى يراها قائد السيارات في المرآة مضبوطة فيسرعوا بإخلاء الطريق طيب متى يحدث كل منه؟ وده سؤال بسيغة جديدة يتطابق مقدار الإزاحة الحادثة مع المسافة المقطوعة إمتى؟ عندما يسير الجسم في خط في اتجاه واحد وفي خط مستقيم يكون مقدار الإزاحة أقل من المسافة المقطوعة إمتى؟ عندما يتحرك الجسم في مصار منحني أو عدة اتجاهات مختلفة تتساوي الإزاحة التي يحدثها جسمين مختلفين إمتى الإزاحة الجسمين مختلفين تبقى متساوية؟ عندما يكون لهم نفس مقدار الإزاحة واتحركان في نفس الاتجاه طيب إمتى يحصل؟ تكون الإزاحة الحادثة لجسم متحرك مساوية للصفر قلنا عندما يعود إلى نقطة البداية أي يكون الوضع النهائي للحركة هو الوضع نفس الموضع الاتدائي له يتساوي مقدار السرعة المتجهة مع مقدار السرعة القياسية نفس فكرة يتساوي مقدار الإزاحة مع مقدار المسافة عندما يسير الجسم في اتجاه واحد وفي خط مستقيم العجلة التي يتحرك بها الجسم منتظمة موجبة وده جات السنة اللي فاتت نقوله كده عندما تزداد سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمينة متساوية قوانين المسائل بقى تعال نفتكر كده قوانين المسائل مع بعض واحدة واحدة او القانون يا صديقي خدناه هو قانون السرعة كنا قيلين ان السرعة تساوي المسافة على الزمن صح كده؟ وحدة قياس المسافة كانت متر او كيلو متر وحدة قياس الزمن كانت ثانية او ساعة وحدة قياس السرعة كانت متر لكل ثانية او كيلو متر لكل ساعة طيب فكرني بالتحويلات يا مستر يلا بينا اهم التحويل عندي ازاي يحول من كيلو متر كل ساعة الى متر لكل ثانية طيب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنضرب في 1000 على 3600 قلتلك دي طريقة او نضرب في 5 على 18 او نقسم على 3 و 6 من 10 طيب والعكس هنعكس تمام؟ طيب لو عايز احول من ساعة لدقيقة كنا بنضرب في 60 من دقيقة لثانية هنضرب في 60 والعكس نقسم طيب لو عايز احول من ساعة لثانية على طول هنضرب في 3600 والعكس نقسم طيب لو عايز احول من كيلو متر ل متر هنضرب في 1000 والعكس نقسم على 1000 تمام؟ دي كده كانت قوانين ومسائل السرعة بعد كده اخذنا السرعة المتوسطة فقانون السرعة المتوسطة كان ايها صديقي؟ السرعة المتوسطة كان بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي فدي كده كده كنا بنقول السرعة المتوسطة ده كان اول درس الدرس التاني العجلة وتعال نشوف العجلة وقوانينها وانا كنت مشتغل على ايه في العجلة؟ بوس يا سيدي تعال نحط لها كده حاجة لوحدة مسألت العجلة اولا كنا بنقول قانون العجلة كان بيقول ايه؟ العجلة بتساوي مقدار التغير في السرعة يعني عين 2 نقص عين واحد على الزمن امتى يساوي صفر؟ قلت لك ان فيه حاجات كده في المسائل لازم نستغله اللي هي لما يقول لي ان الجسم بدأ حركته من السكون اول ما يقول لي ان الجسم بدأ حركته من السكون تقول لي ان عين واحد تساوي صفر اول ما يقول لي ان السائق ضغط الفرامل وتوقف ولازم تلاقي لي كلمة توقف يبقى تقول لي دي بتساوي صفر اول ما يقول لك العجلة اول ما يقول لي كده ان الجسم يسير سرعة منتظمة يبقى تقول لي ان العجلة تساوي صفر نخلي بالنا من حتة كمان بدكرر معانا كتير قوي في الامتحان لما يقول لي ان السرعة انخفضت بمقدار كذا ويديني العجلة او يقول لي او يقول لي عجلة سالبة او تناقصية يبقى ده معناه ان انت لازم تحط لي العجلة بالسالب تمام ما تنساش حاجة زي كده طيب انا لو عايز احسب السرعة النهائية هنقول السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن ولو عايز احسب السرعة الابتدائية هقول السرعة النهائية نقص العجلة في الزمن متنساش يا صديقي واحدة قياس العجلة هي متر لكل ثانية تربية دي كده قوانين العجلة وكل تركتها طيب السرعة النسبية لا ما ننساش السرعة النسبية في السرعة النسبية نقول كده تحديد السرعة النسبية بيعتمد على المراقب حالة المراقب ان كان ساكن او متحرك فبنقول ان السرعة النسبية اول حاجة لو كان المراقب ساكن لو كان المراقب ساكن يا صديقي هتبقى السرعة النسبية مساوية للسرعة الفعلي تمام طيب ولو كان المراقب في نفس الاتجاه لو كان في نفس الاتجاه يبقى السرعة النسبية تساوي سرعة الجسم ناقص سرعة المراقب وفي الحالة دي هتكون السرعة النسبية عندي كده أقل من سرعة الجسم الفعلي نخلي بالنا من الملحوظة دي مهمة قوي إن في حالة الجسم يسير في نفس الاتجاه بتكون السرعة النسبية أقل من السرعة الفعلي أما في لو إحنا ماشيين في عكس الاتجاه هتكون السرعة النسبية تساوي سرعة الجسم زائد سرعة المراقب وعشان كده هنا السرعة النسبية بتكون أعلى من السرعة الجسم تمام وآخر نوع من أنواع المسائل في نصف القطر اما المسافة هتحسب الاول المسافة الكلية للدايرة اللي هو محيط الدايرة اللي هو عبارة عن اتنين طه نق وطه دي اللي هي 22 على سبعة او تلاتة واربعتاشر من مية وبعد كده تقولي انا مشيت قد ايه من الدايرة انا مشيت نصها يبقى هعمل الرقم اللي هيطلع ده في نص نشيت ربعها وهكذا في بعض المسائل تفترض ان انت لازم تعرف الاتجاهات ده شمال شرق جنوب وكده غرب طيب وكل دلعين متساويين كل دلعين متقابلين متساويين ما تنساش ده ما تنساش مسألة المثلث القائم لو انا كان بيقولك ألف به جيم ويجي يقول لي مثلا ده تلاتة ده اربعة احسب الازاحة لما مشيت قلب به جيم فاقوله الازاحة هي المسافة بين الف و جيم اللي هي اقصر خلط ما بين البداية والنهاية طيب بنحسبها ازاي بنحسبها بنظرية فيثا غورس اللي هو هتقولي ان ألف جيم يساوي الجزر التربيعي ليه؟ ألف به زائد به جيم طمام؟ دي كده اشهر المسائل بتاعة الازاحة والمسافة طيب تعال نشوف اسئلة بقى خلصنا قوانين المسائل يلا ناكمل مصار الحركة في اتجاه واحد قد يكون مستقيم او منحني او كلاهما تمام؟ حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن يساوي المسافة مهنا دلوقتي عندي السرعة بتساوي المسافة على الزمن يبقى السرعة في الزمن يديني المسافة واحدة قياس السرعة هي متر لكل ثانية او كيلومتر لكل ساعة بينما واحدة قياس العجلة هي متر لكل ثانية تربية لكي يتم وصف حركة الجسم يجب معرفة المسافة والزمن يتحرك قطارين على شريطين متوازعين بس في اتجاهين متضادين يعني الاثنين عكس بعض فإذا كانت سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب في القطار الثاني مائة وعشرين كيلومتر ساعة وسرعة القطار الثاني تسعين فإن سرعة القطار الأول تساوي طيب هو هنا بيقول لي إذا كانت سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب في القطار الثاني يلاحظها يبقى دي ايه يا شباب يبقى دي السرعة النسبية سرعة القطار بالنسباله ماشي ماشي وسرعة القطار الثاني يعني القطار الثاني ماشي بسرعة تسعين كيلومتر فإن سرعة القطار الأول تساوي طيب هو هنا بيقول لي السرعة اللي لاحظها مائة وعشرين وهم ماشيين طب أنا عارف أن السرعة النسبية تساوي كده سرعة الجسم زائد سرعة المراقب هو بيقول لي أن السرعة النسبية يعني سرعته بالنسباله مائة وعشرين وسرعة القطار الثاني فإن القطار الأول القطار الأول هو هنا بيقول لي كده فإذا كانت سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب القطار الثاني يعني الراكب ده اللي هو في القطار الثاني ده المراقب ماشي ماشي طيب فانا هو عايز يحسب سرعة القطار يبقى هو عايز سرعة الجسم يبقى سرعة الجسم مش معايا والمراقب عندي ماشي بتسعين يبقى سرعة الجسم هتساوي ايه سرعة الجسم هتساوي مئة وعشرين نقص تسعين تساوي تلاتين كيلو متر لكل ساعة يبقى تاني كده شباب هو هنا كان عايز سرعة الجسم طيب ما انا ممكن اقولها بطريقة سهلة مستر انت قلتلي ان السرعة النسبية في حالة الجسم ماشي في عكس الاتجاه كنا بنعمل ذات او بنجمعهم مع بعض لو عايز السرعة الفعلية هطرح الاثنين من بعض سهلة وبسيطة عندما يبدأ جسم حركاته من السكون فانا سرعته الابتدائية تساوي صفر ويتحرك بعجلة منتظمة مجابة طب ليه؟ ما هو لما سرعته الابتدائية تساوي صفر يبقى ده معناه ان السرعته النهائية هتكون اكبر اكيد من سرعته الابتدائية فبالتالي هو ماشي بسرعة بعجلة منتظمة مجابة تزايدية يعني طول قلم 6 سنتي طب الطول ده يعتبر كمية فيزيائية متجهة ولا قياسية؟ لا يا مستر دي قياسية لانه يكفي لتحديده معرفة مقداره فقط تعتبر العجلة كمية فيزيائية متجهة طب ليه؟ علل ليه يا العجلة كمية فيزيائية متجهة بينما الكتلة كمية فيزيائية قياسية هقوله كده لان العجلة يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها بينما الكتلة يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط يعد مين اسرع الحيوانات البرية؟ الفهد اذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوء الساقط والشعاع المنعكس على مرآة مستوية تساوي 140 فان زاوية السقوط تساوي انتفقنا يا صديقي ان لو جيت في الامتحان سؤال زي ده مش مرسوم هترسمه انت عشان تعرف الزاوية اللي هو عايزها والزاوية اللي مدهلك في السؤال بيقولي الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس يعني الزاوية دي كده ب140 طب بما ان الزاوية دي كلها ب140 خلينا نزلها كده لو قولنا ادي الرسمة بتاعتنا وبيقولي ان الزاوية دي كده كلها ب140 طيب هو عايز يحسب ايه بقى؟ يحسب زاوية السقوط طب ما لو دي ب140 يعني دي ب70 ودي ب70 يبقى زاوية السقوط تساوي 70 من خواص الصورة المتكونة في المرأة المستوية هي صورة تقديرية وتلمى صورة تقديرية تبقى معتادلة ممكن نقول كمان ان هي مساوية للجسم في الطول ومعكوسة تماما تحديد السرعة النسبية لجسم متحرك يعتمد على عندي كده المراقب حالة المراقب ان كان ساكن او متحرك عندما يقطع الجسم ايه متساوية في فترات زمنية متساوية فانها يتحرك بسرعة ايه؟ عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في ازمينة متساوية فانها يتحرك بسرعة منتظمة طيب خلصنا اكمل يلا اختر الاجابة الصحيحة استغرق احد التلاميذ زمن ان قدره عشرة دقيقة مبدأين شباب احنا ايلين ما بنشتغلش بالديئة يبقى هنحولها يا ثانية يا ساعة للانتقال منزله الى مدرسته متحركا بسرعة متوسطة قدرها اتنين متر كل ثانية يبقى انا كده مضطر احول الديئة لثانية اي مالي يساوي المسافة بين منزله ومدرسته طيب اول حاجة انا هجا اقول ايه؟ هو مديني السرعة اتنين متر لكل ثانية الزمن هيساوي كم يا شباب؟ عشرة دقيقة يبقى عشرة في ستين يديني ستمائة ثانية كده هو عايز المسافة طب المسافة بتساوي ايه؟ السرعة في الزمن يبقى اتنين في ستمية هتساوي كم؟ اتنين في ستمية بألف ومتين متر مش موجودة لا موجودة بس هو مدهاني بالكيلو متر ما انا لو عملت دي على ألف هتطلع واحد واثنين من عشرة كيلو متر السؤال السؤال هنا بيقول لي اي العلاقات البانية التالية تمثل جسم بعجلة منتظمة؟ عجلة منتظمة يبقى سرعة وزمن يبقى مش هينفع مسافة وزمن وهنا هو كماشي بعجلة تزايدية بعد كده العجلة بتساوي صفر فالإجابة تبقى ألف العاملان الذين يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما المسافة والزمن يبقى إجابة به مفهوم الحركة لجسم يعني تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر مع مرور الزمن يبقى تغير موضعه بتغير لأ تغير موضعه مع تغير الزمن لكن سبات دي يعني هون بيتحركش النسبة بين سرعة جسم تحركة بسرعة اتنين وسبعين كيلو متر في الساعة وسرعة جسم آخر تحركة بسرعة عشرين متر كل سنة ما ينفعش يعني ما ينفعش المستر مش حل السؤال لأ بس احنا اتفقنا ان احنا عشان نقارن ما بين حاجتين لازم يكون وحدة القياس بتاعتهم واحدة فانا هعمل ايه هنا لازم احاول واحدة من الاتنين يحاول المتر كل ثانية يحاول الكيلو متر كل ساعة تعال ناخد الاسهل نحاول الكيلو متر كل ساعة فانا هقول كده يبقى تنين وسبعين في خمسة على تمنتاشر هتديني عشرين متر كل ثاني طب ما هنا لو جبت النسبة ما بين دي عشرين ودي عشرين يبقى النسبة ما بينهم واحد ايه مما لي يعتبر من الكميات الفيزيائية المتجهة كتلة والقوة قوة ماشي كتلة لا الازاحة والعجلة تمام لتعيين الطول والكتلة والزمن يلزم معرفة كل منه طيب دلوقتي الطول والكتلة والزمن كميات فيزيائية قياسية فالزم لمعرفتها معرفة مقدارها وكده كده اي كمية فيزيائية ليها وحدة قياس يبقى المقدار ووحدة القياس ايه العلاقات البيانية بين المسافة والزمن تمثل حالة جسم ساكن ازاي حركة جسم ساكن ما تنفعش تمثل حالة جسم ساكن جسم ساكن يعني ما بيتحركش يعني السرعة بتساوي صفر فيبقى المنحنى به النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية الجسم يتحرك بعجلة منتظمة موجبة يعني تزاودية قلنا في الحالة دي بتكون السرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية فبالتالي هي النسبة ما بينهما تكون أكبر من الواحد الصحيح سيارة ساكنة سيارة ساكنة يعني السرعة الابتدائية بتاعتها تساوي صفر أصبحت سرعتها 32 متر كل سنية السرعة النهائية بعد 8 ثواني يبقى ده الزمن فإن عجلة الحركة تساوي يلا بينا نحسب العجلة تساوي السرعة النهائية نقص السرعة الابتدائية على الزمن يبقى 32 نقص صفر على الثمانية 32 على الثمانية يساوي 4 متر لكل سنية تربية عندما يستغر الجسل متحرك زمن ننقدره 2 ثانية تمام ده الزمن ليصل مقدار سرعته النهائية خمس أمثال سرعته الابتدائية يكون مقدار عجلة حركته تساوي قد إيه مقدار سرعته الابتدائية واحدة واحدة هذه العجلة تساوي السرعة النهائية نقص السرعة الابتدائية على الزمن طب ما هو بيقول لي أن السرعة النهائية خمس أمثال سرعته الابتدائية يعني هنقول الزمن 2 وهنشيل دي ونحط خمسة عينة واحد ناقص عين واحد طيب خمسة ناقص واحد هتساوي كام اربعة يبقى اربعة عينة واحد على اثنين هنا يبقى العجلة تساوي اثنين عين واحد اللي هي ضعف السرعة الابتدائي في الشكل المقابل تحرك الجسم في مسار دائري نصف قدره اربعتاشر متر من النقطة بي الى النقطة سي ومنها الى النقطة دي مرورا بالنقطة ايه فان مقدار الازاحة الحادثة يساوي تمانية وعشرين طب ليه مستر السهولة دي عشان احنا قلنا حبيبي في مسائل الدائرة بتكون الازاحة تساوي نصف القطر اثنين في نصف القطر تمام اللي هو القطر كله يعني فتنين في اربعة عشر بتمانية وعشرين سهل وبسيط يقطع سباح حمام سباح طوله تسعين متر ذهابا وايابا يعني تسعين متر رايح وتسعين متر جاي يعني المسافة الكلية مية وتمانين متر في دقيقة واحدة عايز يحسب السرعة المتوسطة لهذا السباح طيب السرعة المتوسطة تساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي المسافة الكلية هو راح وجه مية وتمانين الزمن الكلي دقيقة واحدة اللي هي كم ثانية ستين ثانية يبقى تلات تلاتة متر لكل ثاني سيارة سرعتها خمسين متر كل ثانية تكون سرعتها ايه؟ سرعة سيارة مقدرها تسعين كيلو متر كل ساعة اتفاق انا ما بقارنش ما بين حاجتين وحدة القياس بتاعتهم مختلفة فانا هحول كيلو متر كل ساعة لمتر كل ثانية فهقول تسعين في خمسة على الثمنتاشر هيساوي خمسة وعشرين متر كل ثانية يبقى ده معناه ان سرعة السيارة اللي هي خمسين ضعف سرعة السيارة اللي كانت ماشية كده ماشية بخمسة وعشرين اللي كانت ماشية تسعين كيلو متر كل ساعة السرعة الفعلية لسيارة تبدو سرعتها خمسين كيلو متر كل ساعة حلو تبدو سرعتها يبقى ده السرعة النسبية بالنسبة لمراقب يتحرك عكس اتجاه بسرعة 30 كم كل ساعة يعني هي سرعة المراقب طب ما أنا طالما قلت عكس احنا المفروض كان القانون بتاعي السرعة النسبية يساوي سرعة الجسم زائد سرعة المراقب صح كده طيب يبقى دي خمسين وهنا دي سين زائد سرعة المراقب 30 فهنجي نقول كده يبقى دي اكيد يبقى سرعة الجسم هتساوي خمسين ناقص التلاتين هتساوي عندي كده 20 كم لكل ساعة في الشكل البياني المقابل سرعة الجسم تساوي سرعة الجسم هي حبيب ما انت مش انت رسم كده مسافة وزمن وعمل كده طب ما ده جسم ساكن والجسم الساكن سرعته تساوي صفر تمام اذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة 90 كم لكل ساعة السرعة 90 كم لكل ساعة فهذا يعني انها قطعت مسافة كم متر خلال 40 ثانية يعني الزمن 40 ثانية وهو عايز المسافة فالمسافة بتساوي السرعة في الزمن بس ثانية واحد لازم المسألة كلها تمشي زي بعضها يبقى انا لازم احاول التسعين لمتر كل ثانية فخمسة على 18 هيديني 25 متر كل ثانية يبقى المسافة 25 فاربعين يديني 1000 متر نشط الزاكرتان يتحرك قطارين على شريطين متوازيين في اتجاهين المتضادين عكس بعض يعني وبنفس السرعة فان سرعة النسبية لقطار الاول تساوي ضعف سرعة القطار الثاني ليه؟ لان في حالة ان الجسمين ماشيين في عكس الاتجاه يعني مثلا هنفترض ان ده ماشي بعشر وده ماشي في عكس الاتجاه بعشر السرعة النسبية في عكس الاتجاه كبتساوي الاتنين مجموع سرعاتيهمة فناشوفه كام كأنه ماشي بعشرين فعشان كده السرعة النسبية هتبقى ضعف سرعة القطار الثاني اي العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بعجلة مقدارها صفر امتى العجلة تساوي صفر عندما يصير الجسم بسرعة منتظمة طب فين هنا السرعة المنتظمة السرعة المنتظمة دي لا هنا ده ليه طب موضع مستر بس احنا متعودين نكتب مسافة وزمن اه يا حبيب ماشي بس هو مفيش هنا يعني كل الناس راحت قلت لك يبقى ناخدها دالي لا هي به ليه امتى العجلة بتكون تساوي صفر لما يكون الجسم يسير بسرعة منتظمة طب ده احد منحنيات ان الجسم يسير بسرعة منتظمة عندما يكمل جسم دورة كاملة في مصار دائري قطره عشرة متر يكون مقدار الازاحة صفر ليه مستر صفر على طول كده؟ حبيب ما هو بيقول لك اكمل دورة كاملة يعني لفه ورجع لنقطة البداية فكده خلاص بصفر في الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطة الف الى النقطة جيم مرورا بالنقطة به فان مقدار الازاحة دي اللي احنا لسه إلنها بداعة فيتاغورس فيتاغورس هنقول كده الجزر التربيعي ليه 40 تربيع زائد 30 تربيع فهي ديني 50 يعني هنعمل كده الجزر التربيعي 30 تربيع زائد 40 تربيع فهي ديني 50 اذا كان طول الجسم 100 سنتيمتر فان طول الصورة في المرآة المستوية هيبقى 100 سنتيمتر لان المرآة المستوية طول الجسم طول الصورة بيتساوى او الصورة في المرآة المتساوية بتكون مساوية للجسم في الطول اذا سقطت شعاع ضوية على مرآة مسخولة كما بالشكل لأسئلة بتكرر معنا كتير قوي فانه ينعكس بزاوية تساوي صفر ليه بزاوية تساوي صفر عندما يسقط الشعاع الضوئي عموديا على السطح العاكس فانه ينعكس على نفسه وزاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر وضع شخص قلم في جيبه الايصر ونظر في مرآة مستوية تظهر القلم او يظهر القلم في الجانب الايمن طب ليه او جاء جهة اليمين لانها معكوسة اذا وضع جسم على بعد 20 سنتمتر امام مرآة مستوية فان المسافة بين الجسم وصورته بمعنى ادي الجسم هو وادي المرايا وادي الصورة هو بيقول لي ان المسافة بين الجسم والمرايا 20 يبقى الصورة والمرايا 20 هو عايز يحسق المسافة بين الجسم والصورة فيبقوا 40 لكن لو قال لي الصورة والمرأة كنت قلت له 20 الرسم البياني الذي يعبر عن جسم يتحرك بثرعة سابتة ثم بعجلة منتظمة بعجلة سالبة ده اللي أنا قلت لك جيف الامتحان السنة اللي فت أو جيف امتحان من الامتحانات طيب بنقول كده سرعة سابتة ثم عجلة سالبة فيبقى الإجابة به عندما يتحرك الجسم مسافة 20 متر في خط مستقيم في اتجاه سابت يكون مقدار الإزاحة 20 متر لأن مقدار الإزاحة يتساوى مع المسافة عندما يسير الجسم في خط مستقيم يؤدي التيران في نفس اتجاه الرياح إلى كل من ما يأتي معادة نفس اتجاه الرياح يبقى هقلل الزمن الرحلة هقلل معدل استهلاك الوقود هزود السرعة وهوصل بسرعة فأكيد الإجابة الغلط هي زيادة زمن الرحلة يتحرك جسم من النقطة ألف إلى النقطة مين من هنا لهن التي تمثل مركز الدائرة مرورا بالنقطتين به وجيم فإن مقدار الإزاحة بيساوي الإزاحة أو مقدار الإزاحة هو أكثر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة النهاية صح كده؟ طيب قادي نقطة البداية وقادي نقطة النهاية أقصر خط مستقيم ما بينهم فين؟ أهو كده طيب ده بكام؟ مش ده نصف القطر بخمسة وده كمان بخمسة طيب يبقى كده أدي خمسة ودي كده عشرة يبقى بتساوي خمستاشر عندما يسقط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية ثم ينعكس كما بالشكل فإن مقدار زوية الانعكاس تعال نشوف دي بستين ودي كده تسعين فدي كده هتبقى تلاتين ودي كده تلاتين عشان بيساوي بعض يبقى الإجابة تلاتين سيارة تتحرك بسرعة منتظمة تسعين متر كل سنة تمام قلصنا الاختيارات وعند استخدام السائق الفرامل فإن سرعتها تناقصت بمعدل خمسة متر كل سنة تربية يبقى دي العجلة ودي السرعة اللي ابتدى به احسب مقدار سرعتها يعني عايز السرعة النهائية بعد مرور اتناشر سنة نكتب القانون السرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية زائد العجلة في الزمن السرعة الابتدائية عندي تسعين زائد العجلة هنا بكام بسالب خمسة ليه بسالب خمسة يا مستر عشان خاطر يا حبيبي هو قالك ان العجلة سرعتها تناقصت وديك العجلة فكده العجلة دي سالبة في الزمن اللي هو اتناشر طيب فهتبقى تسعين نقص خمسة في اتناشر بستين يبقى هتساوي تلاتين متر كل سنة انت عارف يا صديقي لو ما كنتش عملك العجلة بالسالب كان هيحصل ايه كان هيحصل ايه مستر كنت تقول خمسة في اتناشر بستين ستين وتسعين هيطلع لك تقريبا مية وخمسين يبقى بالعقل كده ازاي هو بدأ سرعته بتسعين وده سفرامل فسرعته نقصت بقت مية وخمسين حتى ما الجيش في الشكل المقابل بدأ جسم حركته من الموضع الف وتوقف عند الموضع دال مرورا بالموضعين به وجيم وبالتالي يكون مقدار المسافة الكلية التي قطعها الجسم هنجمع عشرين وعشرة وعشرين فيديني خمسين متر مقدار الازاحة هي اقصر خط مستقيم بين البداية والنهاية اللي هي الف دال طب ما هو كل الضلعين متقابلين متساويين فتساوي عشرة متر وقف شخص طوله مية وستين سنتيمتر ده طوله على مسافة خمسة متر من مرآة مستوية يعني لما نيجي نرسمها بقى هتبقى كده المسافة بين الجسم والمرآة خمسة متر والصورة والمرآة اكيد هتبقى خمسة متر عشان احنا قلنا المسافة بين الجسم والمرآة يساوي المسافة بين الصورة والمرآة يبقى المسافة بين الجسم والمرآة الجسم والصورة هيساوي عشرة متر يبقى المسافة بين الجسم والصورة عشرة وما طول الصورة المتكونة طول الصورة المتكونة هي هي برضو مية وستين سنتيمتر طب ليه مية وستين سنتيمتر عشان الصورة في المرآية المستوية بتبقى بتساوي طول الجسم والهنا نكون رجعنا على اول تلت دروس اللي هي الوحدة الاولى واول جزء من درس المراية شوفك على خير في دروس اخرى مراجعات اخرى